في أيضا في أخبارنا مشاهدين أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أحبط وأن رئيس أركان الجيش صدق على الخطط المقبلة وعرضها على المستوى السياسي كاشفا عن اعتراضي 99% من المسيارات والصواريخ من بينها 25 صاروخا خارج الحدود وأوضح أن عددا ضئيلا جدا من الصواريخ الباليستية اخترق الحدود والحق أضرارا طفيفة بقاعدة جوية من دون أن يؤثر على عملها هذا وقال المتحدث إن إيران استخدمت صواريخ باليستية بالإضافة إلى صواريخ كروس ومسيارات في هجومها